أكثر من ألف شخص وقعوا ضحية للعدوان الذي يشنه حفتر على طرابلس نصفهم لقوا مسرعهم وهي أرقام كبيرة وتداعيتها كثيرة في ظرف زمني لم يتعدى السبعة أشهر وانعكسة ذلك إن لم يكن على المدى القريب وهو شاخص وماثل فالبعيد متحقق وإنطال شهر العدوان الرابع من إبريل تحديدا هو أكثر الأشهر عنفا وفق تقرير منظمة التضامن لحقوق الإنسان حيث أكدت المنظمة رصد أكثر من سبعة آلاف ضحية بين قتلى وجرحى وأسرى نتيجة المواجهات والاشتباكات المسلحة التي وقعت في مناطق ومدن مختلفة من ليبيا بلغت نسبة المقاتلين تسعة وثمانين بالمئة من الضحايا بينما بلغ عدد الضحايا من المدنيين ثمانمائة وثمان وخمسين ضحية بينهم ثلاثة وعشرون طفلا ثلاثة أرباع الضحايا بحسب التضامن كانوا نتيجة العدوان المسلح على العاصمة وضواحيها والتي نوهت بأن أعداد الضحايا المواجهات المسلحة وخاصة في الفترة من مطلع شهر إبريل الماضي وحتى الخامس عشر من يوليو ربما تكون أكبر بسبب توقف مكتب منظمة الصحة الدولية في ليبيا وبحثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن نشر التقارير الخاصة بأرقام الضحايا دون إبداء أي تفسير أو تنويه من البحثة عن أسباب التوقف أرقام مرشحة للزيادة وهي ترتفع بشكل يومي فمتى ستكف اليد العابثة بدماء الأبرياء في ظل استمرار العدوان